اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمولي العاد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تعزيز مسارات العمل العربي المشترك للوصول إلى المزيد من التكامل والتعاون على الصعود كافة مشيرا معاليه إلى ما تشهده مسيرة التعاون العربي المشترك من تطور ونماء متواصل في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بمجالات التعاون المالي والاقتصادي بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعود بالنفع والخير على الدول العربية وأبنائها كافة جاء ذلك لدى لقاء معاليه بمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى ما تحقق من منجزات طيبة في مسيرة العمل العربي المشترك وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق نحو المزيد من التطلعات والمصالح المشتركة لافتا معاليه إلى الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك في العام العالم العربي بما يعود بالخير والنماء لصالح الدول العربية هذا وقد حضر اللقاء الدكتورة هالة سعيد مستشار رئيس الجمهورية جمهورية مصر العربية للشؤون الاقتصادية وسعدت السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعدت السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعدت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية كما جرى خلال اللقاء استعراض سبل تنمية التعاون والتنسيق في كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر